هنعرف أكتر ونحلل عن أزمة السيارات الكهربائية بين الصين والغرب والولايات المتحدة بينضم إلينا من لندن دكتور محمد العطيفي الخبيرة الاقتصادية أهلا بحضرتك يا دكتور معنا في صباح جديد وبداية كيف ممكن بالفعل أن تؤثر هذه السياسات التجارية مثل الرثوم الجمركية وغيرها وأيضا تغيير قواعد الاتجارة الدولية إلى أي مدى ممكن بالفعل أن تؤثر على سوق السيارات الكهربائية أولا من الواضح أن الصين في هذه المرحلة تستحوز على الكم الأكبر في صناعة السيارات الكهربائية وذلك للتكاليف لأن التكاليف تختلف في الصين عن أوروبا وهذه إحدى المشاكل الكبرى أيضا الدعم الذي تقدمه الصين إلى هذه الصناعة وبالتالي هذا يؤثر على السلعة الأوروبية وما ترى أوروبا هو فرض جمارك تصل إلى 38% على السيارة الكهربائية لو نظرنا في عام 2023 أن تجد الصين من هذه السيارات 61 من 10 مليون سيارة كان نصيب للتحاد الأوروبي تقريبا 40% أيضا طموح الصين لا يتوقف عند أوروبا في السوق مفتوحة وترى الصين عليها أن تستحوز على كم كبير من حجم السوق هذا يهدد أوروبا ويهدد الصناعة الأوروبية خصوصا أن لو نظرنا إلى الاستهلاك الأوروبي الذي وصل إلى 40% من إنتاج الصين هذا بدوره يؤدي إلى إغراق السوق ويؤثر على المنتج الأوروبي بمعنى أن من الممكن أن في حالات البيع في الأسواق المختلفة سنجد أن أوروبا مضطرة إلى بيع هذه السيارة بأقل من التكاليف وهذا يؤدي إلى خسائج في الشركات لذلك وضعت القواعد أن يكون هناك رسوم جمهورية مرتفعة حتى تحافظ على السيارة الأوروبية هنا لا بد من محاولة رأب الصدع بين البلدين وإيجاد هذا المخرج الذي يحافظ حتى على التنافسين نعم دكتور محمد لو هننتقل بالحديث عن المخاطر والتحديات المحتملة لهذه الصراعات على الاقتصاد العالمي برأيك أولا هي بالتأكيد صناعة وهذه الصناعة أصبحت خصوصا السيارة الكهربائية أصبحت تلعب دور حتى على صعيد البيئة فبالتالي هذا سيكون له تأثير سلبي لأنه لا بد من أن يكون هناك تنافسية حرة وأن يكون التزام بقواعد المنفسة في هذه المرحلة أنا أرى أن ربما الصين لظروف ربما جيوسياسية أيضا ولو نظرنا سنجد أن أمريكا وضعت على السيارة الكهربائية الصينية نسبة 100% جمارك وذلك يعتبر تحدي للحد من قدرات الصين على السيطرة على السوق جيوسياسيا ترى الصين أنها لا بد أن تكون الدولة الأولى المسيطرة على السوق وهنا نجد أن المشكلة الأوروبيين باتوا يشتكون خصوصا كما ذكرنا أن الصين تدعم العديد من الشركات حتى في رؤية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يرى أن هناك شركات صينية متعاونة مع أوروبا فيمكن تقليل مساعد الموانع والحاجز الذي يساعد على دخول السيارة الصينية إلى أوروبا على الصعيد العام سنجد أن المشكلة هي في سعر التكلفة والتكلفة في الصين هي أقل من نظيراتها في دول مثل أمريكا ومثل أوروبا بمعنى أن التكلفة هي أقل بنسبة 30% مقارنة بأمريكا والاتحاد الأوروبي هذا بدوره لو تأثير بمعنى أن استحواذ الصين لا يسمع بأن تكون هناك فرص وتكافؤ فرص بين الدول الأخرى والصناعات أو صناعات أوروبا وصناعات بلدان أوروبا ولكن تبقى في نهاية المعايير المزدوجة لهذه السياسات إلى أي مدى برأيك دكتور محمد ممكن أن يحدث اتفاق أو تقارب ما بين الصين والغرب أو الصين والولايات المتحدة الأمريكية بالتحزيد من الممكن مع الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة وضع حدود جمركية ورفعت من سقف الجمارك لكن الآن مع أوروبا يمكن التشاهر يمكن خلق وسائل أو إعادة التعاون التجاري من الممكن أن يكون هناك تعاون تجاري بين أوروبا وبين الصين على سبيل المثال أن يحافظ أو الوقت الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة وتعزيز المنافسة بين القوتين وهذا مهم أيضا إيجاد استثمارات مشتركة بين البلدين وتبادل التقنيات حتى يمكن الاستفادة منها وتقلل تكلفة السيارة الأوروبية هذا من الممكن ولذلك هذا ما يدعو به الآن ما يتم الآن هو محاولة قبل أربع يونيو القادم حيث سيتم وضع الجمارك الصين تريد فتح الأوار وبفتح الأوار هذا ممكن أن يكون هناك تجريعات لمكافئة الاحتكار أن يكون هناك تنظيم ورقابة على الصناعات حتى لا تتأثر دولة عن الأخرى بالتأكيد دكتور محمد العطيفي الخبيري الاقتصادي كنت معنا من الأندن شكرا لوجود حضرتك معنا